بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله في مادة اللغة العربية التركيب اللغوي نفتح الكتاب صفحة رقم 31 نجد هنا أركبه في نهاية هذه الحصة سيتعلم تلميذ كيف يكون جمل تحتوي على مفعول به أيضا سيتعلم ضمير المتكلم أنا معنى ضمير المتكلم أنا إذن لدينا الجملة الأولى لدينا هنا الجملة الأولى أقوم بوضع ورقة هكذا وأقرأ الجملة أحضر الضيوف أحضر الضيوف ثم أسكت هنا التلميذ يتساءل ماذا أحضر الضيوف علامة استفهام علامة تعجب تظهر على التلميذ يترى ماذا أحضر الضيوفه أقول هل الجملة هنا ناقصة أو كلامي ليس له معنى نعم لماذا لأنك أو لأن المعلمة هنا لم تكمل الجملة وقع تساؤل هنا أحضر الضيوف ماذا أحضر علامة استفهام ظهرت على التلميذ الأول علامة تعجب إذن أقول أحضر الضيوف الهدايا هنا عرفت ماذا أحضر الضيوف ماذا أحضر 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 الضيوف الهدايا الجملة الثانية ركبة أختي ركبة أختي تساؤل علامة استفهام علامة تعجب تظهر مرة أخرى على وجوه التلميذ ركبة أختي ماذا ركبة أختي سيارة دراجة حصان لا إذن أريد إجابة معينة أو إجابة واحدة أقول ركبة أختي السيارة ركبة أختي السيارة هنا الجملة لها معنى يعني جملة مفيدة هنا نعم ركبة أختي السيارة هنا أستطيع التوقف عن الكلام نعم أحضر الضيوف الهدايا أستطيع التوقف هنا نعم أو أقول أحضر الضيوف وأسكت لا يجب أن نكمل ماذا أحضر الضيوف أقول أحضر الضيوف الهدايا إذن دعونا نكتب الكلمة الأولى الهدايا ثم الكلمة الثانية السيارة على الألو أحيقوا التلميذ بكتابة الكلمة الأولى إذن نكتب الكلمة الأولى هكذا نأخذ معي الهدايا هكذا ألف ولام الها نكتب هكذا ثم هكذا وهكذا هكذا الها ثم حرف الدال هكذا الهدايا أضع نقطة هنا ونقطة هنا السيارة السيارة أح ركيبة أختي السيارة إذن هذه الكلمة يعني ما نقدرش نحذف هذه الكلمة كلمة مهمة لا أستطيع حذفها نطلب من تلاميذ جمل على هذا المنوى يعني تكون هذه الجمل من ثلاث كلمات إذا قمت بحذف الكلمة الثالثة يصبح تصبح الجملة ناقصة أو ليس لها معنى الجملة الأولى رفع أحمد وأسكت ماذا رفع أحمد؟ هل رفع القلم أو الكتاب؟ أعلم سيارة ورقة إذن أقول رفع أحمد القلم رفع أحمد القلم دائما هنا تكون فتحة رفع أحمد القلم إذا قمت بحذف كلمة القلم أم التفاحة؟ أم التفاحة؟ ماذا؟ أقول أكلت خديجة التفاحة أكلت خديجة ماذا أكلت؟ التفاحة إذن هنا المعنى أو جملة تعلم تلميذ يكون جملة من ثلاث كلمات الأول وهو عمل قام به الشخص هنا الشخص من؟ وهو أحمد القلم ماذا؟ القلم أقول مفعول به لكن هنا التلميذ ما يعرفش مفعول به نعلمه فقط تكوين جمل فقط لها معنى من ثلاث كلمات مثلا هكذا إذا قمت مثلا بحذف الكلمة الثالثة تكون الجملة ناقصة لدينا أنا أتكلم مع أختي أنا أساعد جارتي أنا أنا أقول ضمير متكلم يعني أنا شخص واحد فقط عندما أتكلم عن نفسي ماذا أقول؟ أنا عندما أتكلم مع نفسي على نفسي عفوا أقول أنا أنا أتكلم مع أختي متى؟ أنا أتكلم مع أختي الآن يحدث الآن أختي أمامي أقول أنا أتكلم مع أختي أنا أساعد جارتي أنا أساعد جارتي أقوم بعمل أنا أساعد جارتي متى الآن؟ يعني في المضارة هنا الهمزة تتبع ضمير المخاطب أو الهمزة للمضارة هنا أساعد أتكلم أكتب أرسم يعني يحدث الآن من الذي يقوم بهذا العمل؟ أنا أنا التي أقوم بهذا العمل أنا أشرح الدرسة الآن أنا أكتب بالقلم متى الآن أنا أكتب بالقلم؟ إذن نفتح كتاب دفتر الأنشطة صفحة رقم 17 طبعا التمرين الأول فيما يخص الصياق حلينا تمرين الأول الثاني أيضا فيما يخص حصة فهم المكتوب التمرين الثالث أوظف التركيبة اللغوية أعيد كتابة الجملة مبتدئة بأنا هنا أحمد يودع الموكبة أحمد يودع الموكبة أضع نفسي في مكان أحمد أقف في مكان أحمد هنا مثلا أحمد يودع الموكب لاحظوا معي هنا مثلا لدينا أحمد يودع الموكب إذا كنت أنا أودع الموكب ماذا أقول أنا في مكان أحمد أقول أنا أودع الموكبة أنا أودع الموكبة إذن أنا أودع الموكبة ماذا أفعل أنا؟ أنا أودع الموكبة هنا أليا ماذا؟ تصبح ماذا؟ تصبح حمزة ثالثة أو ثانية أملأ الفراغ استقبلت الأم هنا يجب أن نكتب الكلمة الثالثة ماذا استقبلت الأم إذن استقبلت الأم الضيوف استقبلت الأم الضيوف نكتب كلمة الضيوف إذن هنا إذا حذفت كلمة الضيوف تظهر علامة استفهام من استقبلت من الذي جاء أقول استقبلت الأم الضيوف قدمت لهم ماذا قدمت لهم قدمت لهم القهوة أو الحلوة قدمت لهم ماذا قدمت لهم قدمت لهم القهوة إذن هنا أنا أودع الموكبة استقبلت الأم الضيوف قدمت لهم القهوة قدمت لهم وأسكت يجب أن نكمل الحديث ماذا قدمت لهم أقول قدمت لهم القهوة إذن هذه كانت حصة اليوم في مادة اللغة العربية تعلمنا على ضمير المتكلم في المضارع تعلم تلميذ تكوين جمل مفيدة تكون في آخر الجملة دائما هذا الجملة تحتوي على مفعول به مفعول به واش معنها ببساطة يعني إذا حذفنا الكلمة الأخيرة تكون الجملة ناقصة إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته